اشتركوا في حلقة جديدة هنا في اتفرج على هنا على هوم سينما والناس لا تعرفش ايه اتفرج على ده ده الكاتاجوري بتاعنا في المسلسلات اسم الكاتاجوري كده اه انا اللي مسميه كده حاليتنا النهاردة او مراجعتنا النهاردة عن مسلسل سترينجر تينجز الجزء الرابع او سيزون فور فوليوم وان وفوليوم تو انا طبعا للأسف ما جتليش الفرصة ان انا اعمل ريفيو قبل كده لمسلسل سترينجر تينجز مع الاسف لا سيزون وان ولا تو ولا ثري بس مع الاسف حاول معرفش يعني مش حديكو بروميس لان انا يعني ما بحبش ان انا قدي بروميس وبعد كده في الاخر ما عملش اه هحاول ان انا في فيديو من الفيديوهات المستقبلية ان يمكن الله اعلم ان انا ممكن اعمل ريكاب سريع لي سيزون وان وتو وثري وححاول ان اعمل الموضوع ده للموضوع ده بيبقى صعب على فكرة مش سهل زي ما انتم متخيلين وغالبا مش حيباب وش يعني غالبا حيباب ويس اوفر وبعد كده زي ما كنا عاملين قبل كده عن مسلسل دارك في سيزون وان وتو بس النهاردة مراجعتنا لي سيزون فور وليس وان وتو وثري طبعا مكاننا زي ما احنا زي ما شفتوا في حلقة مكملين في نفس اللوكيشن اللي احنا بنصور فيه ده حرفيا لان اللوكيشن التاني كنت موضع فيه الفيديو اللي فات يعني ما شافش الفيديو اللي فات ان المكان التاني اللي انا بصور فيه التقليدي العادي جدا حر جدا بصراحة وانا شخصيا ما بستحملش الحر فما بعرفش اصور فيه فمكان ده اللي احنا بنصور فيه دلوقتي على الاقل الطف شوية في الجو فالدنيا بتبقى مساعدة شوية ان الجو ببقاش حر فالواحد يحس ان هو يقدر ان هو يصور مسلسل سترينجر تينجز هو من بطولة لي اه اطفال او مش عايز اقول دلوقتي هما بقى اطفال هما دلوقتي يكبروا هما من الممثلين الصاعدين ومنهم وعندنا كمان فيه ويجاتن ماتراتسو وعندنا كمان فيه نجوم كبار زي ونونا رايدر الممثلة المشهورة اللي كانت في التسعينات وفي الالفينات وعندنا كمان الممثل ديفيد هاربور اللي كان تقريبا انا ما اعتقد من اخر الاعمال اللي انا شفتها السينمائيا هو كان بلاك ودو دور احداث المسلسل سترينجر تينجز سيزون فور في الف تسعمائة ستة وتمانين وهو تمن شهور بعد احداث الموسم التالت الموسم الرابع وهو واحد من افضل الموسم في مسلسل سترينجر تينجز من وجهة نظر الشخصية لانه هو عنده خطوط زمنية كتيرة جدا بنقدر ان احنا نشوفها في المسلسل ابطالة مبين داستين وماكس ولوكس واريكا وستيف ونانسي ويلر وروبن وادي بنبدأ نتعرف على شخصية ادي وهو الليدر بتاع كلاب اسمه هالفاير دانجينز ان دراجينز وهو الكلاب ده موجود داستين وصحابه مع الاسف ادي بيبقى هو المشتبه الرئيسي في جريمة القتل وبيبدأ جيسين وهو اعضاء الفريق كورت السلة ان هما يطردوه علشان عاوزين يقتلوه علشان مقتنعين ان هو اللي قتل صديقة جيسين داستين هو وصحابه بيحاول ان هما يانفستيجيته ويحاولوا ان هما يكتشفوا مين هو اللي قتل حقيقي الناس اللي عمالها تموت دي بطريقة بشعة جدا بدون اي سبب من الاسباب ونبدأ نتعرف بعد كده ان اللي بيقتل الاشخاص دي عندنا شرير او عندنا جديد في الموسم ده وهو اسمه وموجود في هو من المسلسلات اللي نجحة جدا 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 من وجهة نظر الشخصية في مدار مش عايز اقول بس السنة ده على مدار سنين كتيرة جدا او في اخر عشر سنين انا واحد من محبين المسلسل ده جدا 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 خصوصا الناس اللي تعرف هنا على القناة على هوم سينما انا من نوعية الناس اللي مش بتحب المسلسلات قوي ليه مش بحب نوعية المسلسلات اوي او بحب المسلسلات او بس بحب المسلسلات اللي هي الصغيرة. نوعية المسلسلات اللي هي الشورت اللي هي بمعنى الاصحة زي حاجة زي دا كوينز جامبت. يعني انا دايما بحب اخد بتاع دا كوينز جامبت لان هو دا كوينز جامبت كان مجرد مسلسل حرفين عشر حلقات على ما اعتقد. واداك الزبد. يعني من الاخر اعطاك اه قصة حلوة جدا وعطاك اداء تمثيلي فشيخ من انيا تيلور جوي. والقصة انتهت فيه كام حلقة وشكرا. انا بقيت بميل اكتر من نوعية المسلسلات دي اللي هي بتبقى المسلسلات الشورت جدا اللي هي بتبقى مجرد كام حلقة وحرفيا شكرا. لان المسلسلات الطويلة انا بصراحة كنت بتفرج على مسلسلات كتيرة جدا 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 جدا. ومن نوعية الناس اللي كنت باعش المسلسلات بس لحد دلوقتي فيه اصل مسلسلات انا تفرجت عليها وما رجعتش اكملها تاني لان هما داخلوا في سيزن ستة وسبعة وتمانية وعشرة وعشرين. يعني انا ما ما عنديش تقطان للكلام ده يعني مسلا واحد من المسلسلات اللي انا كنت بتابعها والحد دلوقتي ما خلصتهاش وما اعتقدش ان انا هرجع لها تاني وهو مسلسل سوبر ناتشرال ومسلسل ده ووكينج داد لان المسلسلات دي على اه سوبر ناتشرال خلص تقريبا سيزن فورتين او ففتين فمعليش انا ما عنديش تقطان ان انا على اربعتاشر او خمستاشر موسم يعني انتو بتحذروا يعني تقريبا على معتقد داخل في نفس الكلام اعرفش عشر مواسم ولا احداشر موسم ولا اتناشر موسم فانا حرفيا ما عنديش تقطان ده الكلام ده خالص على عكس بقى هو حرفيا دلوقتي في موسمه الرابع وانا بصراحة يعني ده يعتبر من اكتر المسلسلات اللي حرفيا جدا بيا خصوصا ان انا واحد مع الاسف ما عشتش التمانينات بس انا بقيت بحب جدا 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 نوعية المسلسلات او نوعية الافلام او المنتج الفني اللي انا بتفرج عليه دايما اللي هو بيبقى جايب لنا حاجة لي الافلام او المسلسلات بتاعت التمانينات سواء اغاني سواء اه ديكور سواء اه ازياء حاجات كتيرة جدا لان انا اصلا واحد من افضل افلام بالنسبة لي الشخصية وهو فيلم على الرغم ان انا ما عصرتش الحقبة بتاعت التمانينات انا ما عصرتش الحقبة دي خالص بس انا بحب دايما المنتج الفني او الافلام او المسلسلات بتاعت التمانينات فده هو اللي بدأ اصلا من اول موسمه الاولاني لحد دلوقتي اللي قدر ان هو يبقى بمعنى الكلمة اللي هو او بتاع الماونتن في المسلسلات ان هو ما قدرش ان هو يخرج من جو التمانينات او يكسر حاجز التمانينات وده حاجة حلوة جدا ان هو قدر ان هو يفضل في الاعمال التلفزيونية بتاعت التمانينات خصوصا ان هو بيديك تمثيل حلو جدا 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 سواء من الاطفال بتوعنا او مش عايز اقول برضو اطفال هما من النجوم السعيدة بتوعنا ان عملوا ادوار بصراحة كلهم شاطرين جدا 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 بداستسنام وحتى الممثلين الكبار بتوعنا دافيت هاربور ويه ونورا رايدر اللي هما الاتنين دول بالذات وبالذات دافيت هاربور عمل شغل حلو جدا 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 وعمل اداء تمثيلي بجد حلو واوي 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 في الموسم ده بالذات عشان كده ده واحد من اكتر المسلسلات اللي حقيقي عمري ما هفكر ان انا البطل اتفرج عليه لان الحد دلوقتي من موسمه الاول لموسمه الرابع وهو دايما في تصاعد في الايجابيات يعني انا في مسلسلات كتيرة جدا كنت بشوفها يعني حتى مش مش مواسم كتيرة بس واحدة واحدة بيبدأ ان هو يبقى كويس واحدة واحدة بيبتدي تدري جايا ان هو يقل على عكس سترينجر تينجز بحس ان من اول سيزون ون لحد نهايته الموسم بتاعه دايما في تصاعد بصراحة لان انا شخصيا يعني من نوعات الناس اللي دد حلب المنتج الفني سواء مسلسل او فيلم يعني مسلا لما خلص الموسم الرابع انا اصلا كنت مقتنع قبل ما اتفرج على الموسم الرابع وده كان من الحاجات اللي ممكن حسيتها اللي ممكن تبقى شوية للمسلسل ده لان الحلات كانت طويلة جدا اقل حلقة في المسلسل كانت ساعة وساعة ونص وبعد كده اخر حلقتين في المسلسل او اخر حلقة بالذات في المسلسل ده كانت الحلقة التاسعة وكانت ساعتين ونص ده في عزه ما عملهاش فانا قلت يمكن مش مشكلة فيمكن ساعة وساعتين وساعتين ونص مش مشكلة في المسلسل لان انا قلت ان ده هيبقى الموسم الاخير وانا اصلا يعني المسلسل ده اتفرجت عليه تاريما في تلات اربع تيام مخلصتوش طبعا في يوم لانه مستحيل لانه طويل جدا وخصوصا انا ببقى مشغول فاتطريت انا اتفرج عليه في تلات اربع تيام وبعد كده لما خلصت المسلسل عرفت قبلها بيوم او في نفس اليوم على ما اعتقد ان هما هيتم تصوير الموسم الخامس للمسلسل لو ده هيكون اخر موسم للمسلسل على الرغم ان انا كنت عارف ان المسلسل ده هيكون الموسم الرابع وهو الموسم الاخير فاكتشفت بالصدفة البحثة ان هو لسه هيبقى فيه سيزون فايد انا مع الاسف الحلقة الاخيرة بتاعت المسلسل على قدم انها كانت حلوة وعلى قدم صراحة انها كانت عجباني جدا بس الكليف هانجر بتاع الحلقة الاخيرة اللي خلصت انا يعني وانا بتفرج قاعد يعني يعني داخل على نهاية المسلسل تمام الحلقة خلصت فيش اي مشكلة بس ما حسيتش بالكليف هانجر اللي انا قدر اقول لا انا مستني الموسم اللي جاي خصوصا ان انا حاسس ان الموسم اللي جاي كان ممكن يعني كان ممكن يفروها الموسم ده من الاخر وما كانش ليها لازمة ان هما يعملوا موسم خامس خصوصا ان الحلقات في الموسم الرابع كانت طويلة جدا وحسيت ان هو لا طالما كانت الحلقات طويلة وما فيش اي مشكلة كانت ممكن ان هو يقفل عند سيزون فور بس المشكلة ان سيزون يعني خايف ان هما يبدأوا يخشوا في مرحلة الحلب. زي ما كنت قيل من شوية الموسم الاول وتاني والتالت والرابع حلوين جدا جدا جدا. فان هما يبدأوا ان هما بقى يهبلوا من اول الموسم الخامس. ونخش في حلطة الحلب الاحداث اللي ما قالتش اي تلاتين لازمة. بس انا عن نفسي كموسم خامس انا بصراحة نهاية الرابع ما كانتش بالنسبة لي قوية قوي ان هو اقدر ان انا استنى الموسم الخامس. لان خصوصا كمان ان الموسم الخامس كانوا قالوا ان هو على ما اعتقد حينزل الفين تلاتة وعشرين او حينزل الفين اربعة وعشرين. فهم حياخدوا وقت. فممكن بعد كده لما حياخدوا وقت ممكن يحسسونا لأ. يعني ممكن لأ عايزين نشوف الخامس. ومع صدور ممكن بتاع سيزن فايف يحمس ان انا هنشوف الخامس. بس اكون صراح معاك ولحد دلوقتي انا مش يعني امندت ان انا اتفرج على الموسم الخامس خصوصا ان الموسم الرابع كان حلو جدا جدا جدا. تقييمي اللي سيزن فور وفوليوم وان وفوليوم تو هو تبانية ونفس من عشرة. بس ما عنديش اياه حاجة تانية اقولها عن مسلسل سترينجر تينجز. اتمنى الحلقة يكون عجبتكم ان شاء الله شوكوا فيديوه تانية قريب. منسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقة عجبتكم منسوش بردو تعملوا سبسكرايب بالشانل التانية اسمعوا مالون. حساب لكم اللينك التاع في الديسكريبشن. ولو حابين تابعين. فولو لايك على فيسبوك وتطوري انستجرام. برضو عصب لكم اللينك في الديسكريبشن وباي باي.